بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد فهذا مجلس من كتاب رسالة للإمام الشفعي عليه رحمة الله وهذا الكتاب هو أول ما صنف في فرع أصول الفقه أصول الفقه يعنى بها ذلك العلم الذي يقاعد القواعد التي يسير عليها الفقه للسنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصلي كانت قواعد أصول الفقه متناثرة في كلام أهل العلم فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه تكلم في بعض القواعد وكذلك من قبله أبو بكر ومن بعده معاذ ابن جبل وآخرون كثر ولكن أول من جمع هذه القواعد وبين أصولها هو الإمام الشفعي عليه رحمة الله ولم يسمي مصنفه هذا الرسالة يعني هو الذي لم يسمه برسالة كعادة كثير من المتقدمين يعني المتقدمون أحيانا تجد الكتاب الواحد له أكثر من عنوان والسبب في ذلك أنه لم يسمه هو الذي لم يسمي كتابه وإنما سمي هذا الكتاب وأصل هذا الكتاب رسالة كتبها الإمام الشفعي لصديقه عبد الرحمن بن مهدي عليهم جميعا رحمة الله ومن هنا سمي هذا الكتاب بماذا بالرسالة وهذا الكتاب يعني شرعنا فيه منذ ما يخرج من ثماني سنوات كنا نسير على الجدة ثم بعد ذلك هناك بعض الأوقات التي لم يدرس فيها هذا الكتاب ويلاحظ في كتاب الرسالة أن لغته عالية جدا اللغة بتاعته عالية جدا جدا وكثيفة معنى كلمة كثيفة أي كثيرة المعاني أي كثيرة المعاني وتحاشى كثير من الناس أن يقرأوا الكتاب أو يشرحوه يعني الأم الشفعي كتبه مع جلالتها إلا أن كثير من الناس كانوا يهبون شرح هذا الكتاب ولأبعد أن أقول بأن هذه القراءة لكتاب الرسالة من القراءات المهمة لهذا الكتاب ووقفنا عند كلام الإمام الشفعي عليه رحمة الله في مسألة الإرسال والإرسال ما سقط منه صحابي الإرسال ما سقط من الإسناد صحابي وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل هناك من أهل العلم من أجاز المرسل واحتج به وهذا مشهور عن بعضهم كالإمام مالك عليه رحمة الله بل إن بعضهم قال بأن المرسل لعله يكون أقوى من المسند المتصل ولهم في ذلك حجج وكلام كثير وطويل وهناك من منع منه مطلقا هناك من أجازه مطلقا وهناك من منعه مطلقا وذكر الإمام النووي أن هذا مذهب جماهير أهل العلم وهناك من فصل من فصل أي قبله ولكن بشروط وضوابط ومن هؤلاء الإمام الشفعي عليه رحمة الله ضوابط الإمام الشفعي عليه رحمة الله أن يكون معنى الحديث المرسل معنى صحيح هذا الضابط الضابط الثاني أن يتقوى هذا المرسل بمرسل آخر سواء هذا المرسل مرسل مرفوع أو موقوف أو مقطوع هذا كلام كله إخواني شرحته من قبل ده بس تذكرة الأمر الثالث أن يكون الإرسال عن ثقة لا عن مجهول أو عن ضعيف هذا الضابط الثالث الضابط الرابع أن يكون ذلك المرسل سالما من المخلفة إذن هذه أربع ضوابط بها أجاز الإمام الشفعي الحديث المرسل والأصل أن المرسل هذا من أقسام الحديث الضعيف هذا عند الجماهير اليوم نبدأ في الفقرة 1275 وهي قول الإمام الشفعي عليه رحمة الله وهناك يعني زي مناظرة بينه وبين شخص هذا الشخص إما أن يكون متصورا وإما أن يكون حقيقة وهذا شأن أهل العربية يعني أحيانا العرب بيتصوروا يعني يتصوروا واحد بيكلموه ويديروا معه إيه؟ هوار ده موجود فإن قال لي كذا قلت له كذا فعندما قلت كذا قال لي هو أصل مش موجود ده موجود عند العرب ده موجود عند العرب فيمكن أن يتصور شخصا أو أن يتصور إذا لم يتصور شخصا تصور نفسه يعني ممكن يتصور نفسه حاجة وبيكلمها وهي بترد عليه خطاب ده موجود بكثرة عند العرب ولا أريد أن أتي الآن بأمثلة كثيرا من الشعر ولكن هذا ناضح في أشعارهم وفي أدابهم أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي فإنك لو بقيت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تراعي فصبرا في مجاد الموت صبرا فما نيد الخلود بمستطاع الأبياء هو لم يجد صاحب له وفي هذا المقام لم يتصور صاحبا وإنما تصور إيه نفسه ولا يكلم نفسه فيا ترى هل الإمام الشافعي كان هناك من ينظره ولا هو كم بيتصور من ينظره فحدثه ونظره ربما يكون هذا وربما يكون هذا وهنا ملحوظة بسيطة مسألة المناظرة بعض الناس يقولون هيا بنا نتنظر يلا بنا ننظر بعض سبحان الله هذا الكلام غير صحيح فإن المناظرة لا تكون إلا بين أصحاب الاستدلال من عندهم أهلية النظر والاستدلال يعني أهل العلم ولذلك سمي أهل العلم بأهل الإيه؟ بأهل النظر بأهل النظر الإمام نوى عليه رحمة الله تكلم عن الإيمان وزيادته ونقصانه قال والإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ده نص كلام الله من نوعه يبقى يزيد بكثرة النظر ليس المقصود بالنظر إن الإنسان يبص بعينه ولكن المقصود بالنظر هو النظر في الأدلة والذين ينظرون في الأدلة هم أهل الاستدلال أهل الاستنباط أهل العلم قال ربنا عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم إذن أهلية النظر ليست لكل أحد وإنما هي للآحاد من الناس لأهل العلم منهم فالإمام الشافعي ربما يتصور من يناظره وربما هناك حقيقة من يناظره على آية حال قال الإمام الشافعي ولا نستطيع أن نزعم أن القجة تثبت به ثبوتها بالمتصل المين بعدها بالمتصل هذه لهجة وفي أهل اللغة بيسموها صورة كتابية يعني بالمتصل دي بيسموها صورة كتابية على اللهجة صوفية صورة كتابية على اللهجة صوفية زيه مثلا ياسين بتكتب ياسين بعض الناس يكتبوا إيه يا ألف سين يا نون يبقى ياسين يا ألف سين يا نون دي ايه دي كتابة كتابة الصوت هذه كتابة الصوت بعض الناس يفعلون هذا وبعض الناس يفعلون هذا ياسين أو ياسين وكذلك المتصل ميمتاء والمتصل بإشباع حركة الميم لإشباع الضمة وزي مثلا متفق متفق تكتب ميمتاء فقاف وإذا أشبعت حركة الميمت بإيه متفق دي لهجة موجودة والإمام شفعي عليه رحمة الله كان ضليعا في اللغة كان ضليعا في اللغة ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة الحجة تثبت بها تثبت به أي بالمرسل ثبتها بالمتصل يعني الحديث المنقطع أقل درجة من الحديث المتصل ليه وذلك كلمة وذلك فيها معنى السبب عشان خاطر من أجل بسبب أن معنى المنقطع مغيب أن معنى المنقطع مغيب معنى كلمة أن معنى المنقطع مغيب يعني العلة من الإرسال غير معلومة دي معنى الجملة دي أن العلة من الإرسال غير معلوم يعني رجل الراوي يستطيع أن يصرح باسم الراوي ولكنه يسقط اسم الراوي لم يسمي الراوي ليه لماذا لم يسمي اسم الراوي إذن هناك أسباب كثيرة هناك أسباب كثيرة لأنه لم يسمي هذا الراوي لما نقول مثلا أخبارني أبو قسورة عن أبي الفضل عن الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما أقولش أبو قسور أقول أخبارني أبو الفضل يبقى أنا أسقط مين طب لماذا أسقط أبو قسور لماذا أسقطه وذلك بيقول معنى المنقطع مغيب يعني العلة من الإرسال مغيبة غير معلومة غائبة غير معلومة ولذلك هيدكر الإمام الشافعي محتملات فيحتمل أن يكون حمل أن يكون هذا الراوي حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إحنا عندنا رغب عنه ورغب فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه إبقى رغب عنه يعني بغض وكره كره وبغض ورغب فيه بمعنى أحب فشوفهم كده الأداء بتعمل إبقى رغب فيه أحب ورغب عنه أبغض وكره فيقول الإمام الشافعي عن سبب الإرسال يحتمل أن يكون أي هذا المرسل حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمي يعني الرجل الذي لم أظهره لو أظهرت اسمه لكان في ذلك ما يكره يعني إيه أنه ضعيف لأنه لو كان ثقة وكان فاضلا وكان قجة لأظهرته فكوني إن أنا لم أظهره إذا فيه هناك كراهة إننا أظهره وأن بعض المنقطعات بعض المنقطعات يخصده هنا المرسلات وإن وافقه مرسل مثله يعني حتى ولو أعطلت بمرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدة دي مسألة في غاية الدق افترضنا فيه هناك حديث مرسل وهناك حديث مرسل تاني جبناه عضب هذا مرسل ما ينفعش تكون الرواية خرجت عن رأي واحد لابد يبقى الرواية مختلفة عشان تعضبه عشان تعضبه أنا قلت رواية عن أبي الفضل عن الزهري وما ذكرتش مين أبو قسوار فآتي بمرسل آخر هذا المرسل عن أبي محمد عن الزهري يبقى أنا هنا عدت المخارج تعديد المخارج تقوية للحديث المرسل لكن لو أن المخرج واحد لو أن المخرج واحد يبقى خلاص ليس هناك يعني تقوية لهذا المرسل وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل وهذا طبعا واضح وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي جملة اعتراضة ليادي إذا قال برأيه لو وافقه انتهت الجملة لترضية يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها يعني معنى هذا الكلام أولا قبل أن أشرح هذه الفقرة الشيخ شاكر عليه رحمة الله وقف هنا وقفة جميلة وعمل عليها علامة في يدل وذكر أن كل النسخ فيها لم يدل يعني النسخ المخطوطة فيها لم يدل وهذا دل على أن هذا الرجل خبير بالعلم وده مسألة مهمة جدا بعض الناس يتصدر تحقيق المخطوطات وهو لا زال غرا ضعيفا وبالتالي بيثبت لأدامه فانظر كيف أن المخطوطات فيها لم ومع ذلك هو عمل ايه اشتلم لماذا لأنه عالم بمذهب الإمام الشافعي وده مسألة مهمة جدا لابد الإنسان أن يكون مميز ما يحاولش أنه هو كل حاجة يسلم بها لا لابد يشغل دماغه ولابد أنه هو ينقح ودائما ننظر في علم الرجل ننظر في علم الرجل يا ترى الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما مذهبه في قول الصحابي لأن المسألة هنا بيقول إيه بيقول إن أحيانا الحديث المرسل دهوت يتقوى بقول الصحابي يبقى لو قلنا بيتقوى بقول الصحابي يبقى قول الصحابي ذا ماذا حجة ولو قلنا لم يتقوى بقول الصحابي يبقى قول الصحابي إيه ليس بحجة يبقى لو قلنا لم يتقوى يبقى معناها إن قول الصحابي مش حج ولو طيرنا لم يبقى يتقوى يبقى قول الصحابي إيه حج هذه مسألة فيها اضطراب شديد جدا جدا يعني الإمام الغزالي وهو من أكابر الشافعية الذين حرروا أصول الفقه على طريقة الإمام الشفعي مال إلى أن مذهب الإمام الشفعي عدم الاحتجاج بقول الصحابي ده ما رجحه الغزالي ومعظم الأصوليين مش وراء الإمام الغزالي في هذه المسألة يدي مسألة خطيرة جدا وإذا نظرنا إلى بعض أهد العلم نجده اضطرب في النقل عن الإمام الشفعي ولو رجعنا إلى مصنفات الإمام الشفعي بنفسها وبعد أن نقرأ فيها نجد الهول نجد أن الإمام الشفعي في كتبه يرى بالاحتجاج بقول الصحاب الكتاب اللي معنا في إيدنا ده هوت نجيبه صفحة خمسمية ستة وتسعين ونقرأ خمسمية ستة وتسعين نقرأ أقول رقم كم رقم 1805 أن أقرأ سرد من غير ما علق فقال طبعا نحن كلنا بقولنا عرفنا قال وقلت ورد وإذا كله إيه ربما يكون متصور وربما يكون إيه حقيقة فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها فقلت إيه بقال وإيه وقلت فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصحف القياس هي ذي الجملة إلا أخذ منها من أخذ أن الإمام الشافعي لا يرى الاحتجاج بقول الصحاب هي ذي الجملة هو فيهم أن لازم هذا الكلام أنه لا يحتج بقول الصحاب فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس إذا قول الصحاب ليس حج إلا إذا وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان ظاهرا في القياس ده لازم كلام لأم الشافعي إذن هو لا يحتج بماذا بقول الصحاب مطلقا دهد فهمهم وهذا ما فهمه الإمام الغزالي عليه رحمة الله لكن نقرأ بقية الكلام قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا لوحد منهم القول وما فيش حد لا خلف ولا وفق أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرق كذا ويتفرقوا ده لهجة ممكن ويتفرقون ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم قال إلى أي شيء صرت من هذا طب انت رأيك انت إيه في المسألة ذي قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه يعني إيه شيء في معنى الكتاب والسنة يحكم له بحكم الكتاب والسنة يعني دليل برهاني قاطع لا يمكن رد دي معناه دليل برهاني قاطع لا يمكن رد لمن أقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب إذن هذا فيه دليل على أنه ليس بسفيه إذن كلمة أنه ليس بسفيه لا موجودها في الكتاب ولا في السنة ماشي ولكن هذا المعنى برهان في قوة الكتاب والسنة ماشي كده؟ أنتوا فهميني أو أنتوا روحتوا مني؟ إسم حمود معايا؟ طيب تمام انظر بقى يعني هو قال له طيب الناس مختلفين في المسألة طب إنت إيه بقى رأيك في المسألة دية؟ قلت رأيي اتباع قول واحد أي قول الواحد من الصحابة إمتى؟ إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا فهمنا كلام وإيه؟ ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه يعني له من القوة كقوة النص كما ذكرت الآن أو وجد معه قياس إذن هذا القول النهائي لمن؟ أنه يقول بماذا؟ بالاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يجد حجة في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ظاهر أو برهان ضروري لا يمكن رده ده كلام مهم جدا المبنى القيم وهذا كلام موجود أيضا في الأم نقل في كتابه القيم الإعلام المجلد الرابع ما نصه إذا لم يكن في الكتاب والسنة يعني إذا لم يجد الخبر في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصح إلى أقاويل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ونتبع القول الذي معه الدلالة يعني إذا افترضنا إن لم يجد دليل لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع بيصير إلى ماذا إلى أقوال الصحابة ويصير إلى القول الذي معه ليه الدلالة أي دلالته واضحة وظاهرة إذا فهمنا ذلك نفهم ما نقله أيضا ابن القيم في الإعلام المجلد الثاني النقل الذي ذكرته سابقا ده في المجلد الرابع في المجلد الثاني في كتاب الإعلام بعد أن ذكر اضطراب أهل النقل عن الام الشافعي في مسألة ماذا بالصحابي ذكر أن الذين قالوا بأن ماذا بالشافعي عدم الاحتجاج بقول الصحابي قال أن من قال بذلك فقد حكى بلازم قوله لا بصريحه ده الجملة دي نحفظه من قال بأن الإمام الشافعي لا يقول أو لا يحتج بقول الصحابي فقد قال بلازم قوله لا بصريحه لكن صريح القول هو إيه هو الاحتجاج بقول الصحابي وهنا مسألة هل لازم القول لازم يعني يعني هل الإنسان لم عندما يقول قول لازم هذا القول يلزمه هذه مسألة مهمة جدا وفيها كلام طويل والصحيح الذي عليه الأصليون أن لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه إلا إذا التزمه صاحبه يعني افترضنا مثلا واحد قال لي ما اسم الملك الذي ينزل بالوحي على رسول الله الناس كلها عرفاه أنا هقول له لا أدري لا أعرف لازم هذا إن أنا رجل ليست عندي عقيدة يعني لازم ذلك إن طالما أنا مش عارف اسم الملك يبقى أنا رجل لا عقيدة لي يبقى أنا رجل ممكن أكون كافر بل أجري ممكن بعض الناس إذا قلت له ماذا تعرف عن القرآن يقول لك لا أدري فلازم ذلك أنه كافر بالقرآن بعض الناس تؤل له معنى كلمة الله والله هذا السؤال سألته لطلبة الجامعة وطلبهم متخصصون في اللغة العربية معنى كلمة الله بشي تبتقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وبتقول هذا كتاب الله ومسجد الله وبيت الله فما معنى كلمة الله اللي انت دايما تدور على لسانك يبرأ بيعنيه ومش عارف أنه يجيب لن أقول بأنه حرفي بسيط ولا أنه رجل يمشي في الشارع يقوم الزبالة ترجل متخصص في اللغة ولا يعرف معنى كلمة الله فهل لازم ذلك أنه يجهل الله عز وجل فيترتب على ذلك الحكم بكفره لازم القول ليس بلازم إلا إذا كان ظاهرا في الدلالة إلا إذا كان ظاهرا في الدلالة هو ممكن يكون مش عارف الدلالة الصحيحة اللغوية العلمية لكلمة الله مش أدري أقول لك إن الله مركب من الألف واللام التعريفية زائد إله وإله على وزن فعال وفي تبادل الصيغ تأتي فعال بمعنى مفعول يبأ إله بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب فلما كانت هناك آلهة كثيرة باطلة فصار الإله هو المعبود بحق والإله بمعنى المعبودة موجود في الكتاب والسنة وفي لغة العرب يدل عليه في القرآن كذا وفي السنة كذا هو مش يدل الكامده كله فالمعنى ذلك يكون ذلك الرجل يعني جاهلا بالعقيدة والجاهل بالعقيدة كفر إذن هذا الرجل يقتل لا فلازم القول ليس بلازم إلا إذا كان الأمر واضح الدلال واضح ذلك مثلا وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفٍ وَلَا تَنَهَرُهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفٍ ربنا عز وجل بيأمرنا إننا نحسن إلى الولدين قولا وفعلا قولا وفعلا بالفعل نتواضع للولدين لسيما عندما يمتد بهم العمر فيشيخان ويكبران يبقى الإنسان في العمر ده محتاج إلى التواضع والرأفة والرحمة وربنا شبه ذلك كالطائر الذي يخفض جناحيه لأفراخه شوف بقى لما يكون طائر نازل كده وبيحضن عليه على عيال الصغيرين برضك الناس الكبار عوزين كده الحضن الدافي والكلمة طيب ربنا أمر بكده طب سمعنا واحد بقى بيشتم أبوه يا ابني كازا ما اللي عم تقول له يا أخي تلتقي الله طب ربنا بيقول لك ولا تقول له ما أف قال لك عم الشيخ ما قلتش له ما أف أنا شتمت بأبوه واللي مخلفين الله ما هو لا تقول له ما أف لازم هذا القول إنه يعمل إيه إنه لا يسبهما بما هو أعظم من ذلك إذا كانت أف أتذكر منه عنه يبقى ما هو أعظم من أف أيضا منه عنه ده لازم اللازم ده خفي ولا واضح واضح هذا واضح نرجع تاني للجملة والعبارة ذكرتها يبقى الذين قالوا بأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ليس مذهبوا الاحتجاج بقول الصحابة إنما هذا هذا لازم القول بفهمهم لا صريح قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل ذا وضحناها والقول وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لو قال برأيه إذن هذا قول الصحابي لو وافقه أي لو وافق هذا المرسل يدل على صحة مخرج الحديث أي يكون فيه تقوير الحديث ولهذا قال يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها إذن الإمام الشافعي بيرى أن قول الصحابي يمكن أن يكون ماذا معضضا للمرسل ويمكن أن يكون ويمكن أن يكون أي الراوي إنما غالط به من حيث أرسله حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يميز بين المرسل وبين قول الصحابي فأرسله ويحتمل هذا مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء يعني بعض الفقهاء يرون ذلك الأمر وهذا الكلام متصور في الجيل الثاني بعد جيل كباري التابعين يتلبس عليهم الأمر يقع منهم الوهم ده كل متصور أما أما من بعد أما من المهم هنا مكسورة أما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله إيه المسألة دي هل يمشفي تناقضون لا المقصود إن كبار التابعين يقبل مرسلهم لأنهم عندما يرسلون لا يرسلون عن مجهول أو يرسلون عن ضعيف وإنما يرسلون عن من عن صحابي فلتبس عليهم فلتبس عليهم فيمشى خبرهم كسيد المسيب مثلا أما من دونهم لا لا يقبل مرسلهم وعدم القبول هنا أي مطلقا من غير ضابط الإمام الشفعي بيرى قبول مرسل كبار التابعين مطلقا أما مرسل من بعد كبار التابعين بالضوابط الآتية أن يكون المعنى صحيحا اتنين أن يعتضب ذلك المرسل بمرسل آخر إما مرفوع أو مقوف أو مقطوع أو قول صاحب نمر ثلاثة أن يكون إرساله عن رجل ليس بالضعيف الشديد نمر أربعة ألا تقع ألا تقع المخالفة فيه يبقى قول للإمام الشفعي فلا أعلم منهم واحدا أي من طبقة أو الطبقة التي يدون كبار التابعين فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسل أي مطلقا من غير ضوابط إذا لابد من وجود الضوابط لقبول الحديث المرسل ليه؟ قال لأمور أحدها أنهم أي الطبقة الثانية من بعد كبار التابعين أنهم أشدوا تجوزا التجوز هنا بمعنى التساهل جوز الشيء أي أجازه أباحه هذا عند الأصليين والمقصود هنا ويتكلم في مصالحات المحدثين بالتجاوز هنا أي تساهل أنهم أشدوا تجوزا في من يروون عنه أنهم متساهلون في الرواية والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه توجد الدلائل عندما يروون عن الراوي الذي أرسلوا فيه هناك دلائل تدل على ضعف ذلك المخرج والآخر كثرة الإحالة الإحالة هنا بمعنى الضعف بسبب التناقض أو الغفلة أو ما إلى ذلك كثرة الإحالة فلما كانت الإحالة موجودة والدلائل الضعف موجودة كان ذلك أم كان للوهم أي الرواية من غير أو المرسل من غير الصحابة أو كبار التابعين كان أم كان للوهم أي وقوع الوهم في المرسل من غير الصحابة وكبار التابعين أم كان للوهم وضعف من يقبل عنه من هنا بمعنى ما فالشفعية عليه رحمة الله أقام من مقام ما أي وضع فيما يقبل عنه وضع فيما يقبل عنه أي رواية ولقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم أنقف عند هذه الجزئية لأن جزئات سيادية يعني عويصة ونعاوز الإخوة يذكر الفقرتين الماضية دول نكتفي بهذا الجزء إن شاء الله وبإذن الملك الجليل المتعال يكون لنا لقاء في الجمعة القادمة خلاصة المسألة أعرفنا معنا المرسل نمر اثنين الإمام الشفعي القول الصحيح أنه يحتج بقول الصحابي وهذا صاريح قوله كما قرأناه والقول بأنه لا يحتج هذا ما فهموه من لازم قوله نمر ثلاثة أنه يحتج بمرسل الصحابي وكبار التابعين بينما لا يحتج بمن دونهم إلا بالضوابط والضوابط قد وضحناها هذه تقريبا يعني رؤوس مجلس اليوم وصل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل شر إن شاء الله شكرا 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 شكرا